ومن تعز يلتحق بين القائد الميداني والمحلل العسكري صلاح نعمان الأغبري سيد صلاح في البداية أهلا وسهلا بك ماذا عن الوضع الميداني في تعز لسيما وأن قوات الشرعية تتقدم في كافة الجبهات وسط أيضا تلاجع واضح في صفوف الميليشي أهلا وسهلا أخي العزيز تدور في محاوضة تعز معارك عنيفة ما بين قوات الشرعية الوطنية وما بين ميليشيا الحوثية الإيرانية هجمات مستمرة في مختلف الجبهات انطلاقا من جبهة الدفاع الجوي مرورا بمدارات وانترهان إلى جبلهان هناك معارك عنيفة تمت طوال ليلة أمس وصباح اليوم هذه المعارك خلفت العشرات من القتلى الحوثيين والجرحة الحوثيين يتركون جرحاهم وراهم يفرون هناك ضغوط شديدة يقوم بها الجيش الوطني على ميليشيا الحوثي في محافظة تعز فبالوقت الذي تشتد فيها المعارك في القبهة الغربية هناك معارك في القبهة الشرقية بإسناد قوي من طيران التحالف كما أن هناك الضغوط الذي توفرها القوات القادمة من القبيطة في جبهة كريش والشريقة باتقاه الراهدة هذه المعارك كلها أدت إلى تشتت قهود الميليشيات الإيرانية في تعز ومما أدى إلى تقدمات وإن كانت بسيطة أقام بها الجيش الوطني خلال يوم أمس نعم أيضا قوات الشرعية كما ذكرت حاصر الميليشيا في صعدة من خمس اتجاهات لاستكمال عملية قطع رأس الأفعى كما سميت كيف ترى ما نتج عن هذه العملية حتى اللحظة أخي العزيز اسمحني في البدء أن أقول لك بأن هناك عمل نوعي ومرحلة جديدة تخوذها قوات القيش الوطني بسنودة بالتحالف العربي مرحلة هي استهداف القيادات البارزة في ميليشيا الحوثي وتكامل ما بين الغارات القوية والعمل الاستخباراتي أدى إلى نقاح هذه العمليات في أكثر موقع كما أدى إلى قطع تعزيزات الحوثيين في طريقها إلى صعدة وفي طريقها إلى البيضاء وفي طريقها إلى الحديدة هذه العمل كلها أربكة الحوثيين أضف إلى ذلك ما تقوم به قوات القيش الوطني بسنودة بالتحالف في محافظة صعدة وفي عملية قطع رأس الأفعى والتي تبكن فيها القيش الوطني من التقدم من عدة محاور ضيق الخناق فيها على مسقط رأس الملك الكذاب زعيم الميليشيا الإيرانية في اليمن هذه الأعمال كلها أربكت الحوثيين إرباك كبير جدا وأدت إلى تشددهم هذا العمل النوعي الاستراتيجي يلمسه المراقب للشأن اليمني مرحلة جديدة هي مرحلة قطع رأس الأفعى حقيقة نعم أيضا العشرات من ميليشيا الحوثي تسلم نفسها للجيش اليمني في صعدة تحديدا كيف سيكون وقع ذلك على معنويات ميليشيا الحوثية المنهارة أصلا وفي المقابل أيضا نشاهد قوات الشرعية تتجه بكافة الجهات ويقابلها انهيار في صفوف الميليشيا نعم أخي العزيز كما قلنا العملية النوعية الاستراتيجية التي يقوم بها الجيش الوطني مسنودة بالتحالف أدت إلى شعور قيادات حوثية بأن الهزيمة الحاسمة آتية لريب مما أدى إلى فرارها كثير من مقاتلين الحوثي وانضمامهم إلى قبهة الشرعية إلى الجيش الوطني في البيضاء كتيبة كاملة نضم إلى الجيش الوطني في صعدة في الحديدة أيضا أخي هناك إقبال شديد على الالتحاق بالجيش الوطني في منطقة الساحل الغربي الالتحاق بقوة الشرعية هذا الإقبال الشديد وهذه التسليمات والانضمامات لن تأتي من فراغ وإنما جاءت نتيجة للضربات الموقعة التي وقهها لها الجيش الوطني مسنودا بالتحالف للميليشيا الحوثية الإيرانية سواء كان داخل صنعاء أو في صعدة أو في البيضاء أو في الساحل الغربي أو في تعز هناك عمل نوعي متكامل نعم إذن أشكر ضيفي المحلل العسكري صلاح نعمان أخي العزيز أخي العزيز تفضل أخي العزيز أخي العزيز نعم أضف أضف ما تريد أخي العزيز كلمة أخيرة نعم أنا أريد أن أقول أن الجيش الوطني والتحالف العربي يقوم في اليمن بكل هذه الأعمال في ظل حرص شديد وكبير على عدم استهداف المناطق السكنية المناطق المأهولة بسكان لو قارننا أخي العزيز ما بين ما أحدثه التحالف الدولي في الموصل خلال ثلاثة أشهر وما أحدثه التحالف العربي في اليمن خلال ثلاثة سنوات لا يساوي ما أحدثه التحالف العربي في اليمن واحد في المئة من الدمار الذي يحدث في الموصل النزوح في اليمن لا يساوي واحد في المئة من النزوح الذي حدث في الموصل أو في سوريا هذا العمل العسكري الكبير تقوم فيه القوات التحالف العربي في ظل بعد إنساني حقيقي يلمسه الجميع نعم إذن أشكر المحلل العسكري صلاح نعمان كنت معي من تعز شكرا جزيلا لك